خلال جولة تفقدية لمقار الكلية الحربية رئيس السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسالحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات مدبولي يتابع استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشارم الشيخ عمليات انتشار جديدة للقوات الروسية بالقرب من شرق أوكرانيا ورئيس الأوكرانية استدعى قوات الاحتياط الثالثة مساء في القاهرة الوحيدة بتوقيت دريد نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على نياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة من الانضباط والالتزام والرغبة في طلق العلم والمعرفة ليصبح نموذجا وقدوة لغيرهم من الشباب جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس فجر اليوم لمقر الكلية الحربية ورافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة قوات المسلحة وأضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا مشاركا الطلبة في الأنشطة الصباحية وفي إطار حرص الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بينهما تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك الصعيد العسكرية كما أشر الرئيس السيسي إلى مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم بها عليها أو تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن هذا ووجه الرئيس السيسي التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وجاء في البرقية أن تلك الذكرى ذات المكانة الخاصة في نفوس المسلمين جميعا والتي شرف فيها المولى عز وجل النبيها الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السماوات العلا ليرياه من الآيات العظيمة في رحلة ربانية تكشف مكانة سيد الخلق والتي لم يحظى مثلها أحد في السماوات والأرض أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من مختلف الجوانب وأكد مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الذي يكون خاص بهذا الشأن معربا عن تمنياته بأن تنتهي الأزمة سريعا دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى وحول مؤتمر الأطراف السبعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 وجه مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ المشروعات المحددة في شارم الشيخ استعدادا لتنظيم المؤتمر في نوفمبر القادم وأضاف رئيس الوزراء أن حكومة تعكف حاليا على أعداد عدد من الحوافز لمشروعات الهايدروجين الأخضر في ظل عدد من العروض المقدمة من الشركات الكبرى مشيرا إلى أنه يتم بالتالي العمل على سرعة إعلان هذه الحوافز في ظل اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة النظيفة وحول الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها بعض المحافظات مؤخرا أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي استمرار رافع درجة الاستفانفار بكل أجهزة الوزارة وتخفيض مناثيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار عرضت وزارة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء تقريرا حول الحالة الوبائية محليا وعالميا وأكدت وزارة الصحة أن إعلان منظمة الصحة العالمية مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحامد الرسولي يمثل تتويجا للريادة المصرية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات وتكليلا للجهد المبذول في إبراز الإنجازات المحققة في مجال البحث العلمي وأوضحت وزارة الصحة أن مصر نجحت في إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محليا إلى جانب تطوير هيئة الدواء المصرية لتتواكب مع الإجراءات القياسية لمنظمة الصحة العالمية فضلا عن منح حقوق الملكية الفكرية للقاحات والأدوية المصنعة وحول الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الشهر الجاري قالت وزارة الصحة أن الأسبوع الثالث من شهر فبراير شهد انخفاض أعداد المرضى المشتبه إصابتهم بكورونا بنسبة 22.13% وذلك مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري مشيرة إلى استمرار جهود التوسع في أماكن توفير اللقاحات جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستطافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات بما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ذلك خلال لقائه محافظة جنوبي سيناء خالد فودة وذلك لمتابعة الاستعدادات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ في إطار استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 وذلك وكذلك متابعة موقف المشروعات السياحية المتعثرة بالمدينة وخلال اللقاء استعرض محافظ جنوبي سيناء المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة فيما يتعلق بمحطات الطاقة الشمسية الجديدة وجهود تأهيل المدينة لاستقبال السيارات الكهربائية في إطار مشروعات النقل صديقة البيئة شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسمة توقيع بروتوكول تعاوننا بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهيجن بمدينة شرم الشيخ وعقب التوقيع أكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في دفع عجلة التنمية في منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة وبمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة وذلك من منطلق أن المدينة تحظى بمقاومات سياحية متميزة وتعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في مختلف المجالات كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وتجهيذ الحضائق المركزية بمدينة شرم الشيخ وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكلفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كافة أو كفاءة وتنفيذ أعمال تنصيق الموقع العام للمنشآة الحكومية والخدمية القائمة داخل مدينة شرم الشيخ وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة على تطوير مختلف المنشآت القائمة بالمدينة والتي من بينها تطوير الحضيقة المركزية المجاورة لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع رد البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقدمي عن أحدث الأنظمة البحثية في كافة المجالات والتي من شأنها تقديم الدعم لكافة الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة وناقش عددا من القائمين على الأبحاث المتطورة التي تم تنفذها مشيدا بالجهد المفذول في البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة وما لمسه من الباحثين من فهم واع وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها وفي نهاية الجولة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقائمين على البحوث وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في ذلك المجال مشيرا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذي تم تنفيذها على مضار العام البحثي حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة نجحت عناصر حرص الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لأحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإغهاد المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإدرار بالأمن القومي المصري استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإدرار بالأمن القومي المصري نجحت عناصر حرص الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس حيث كثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أصفرت عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية و20 خزنة لبنادق آلية وأربع بنادق آلية FN وثلاثة رشاشات متعدد بالإضافة إلى نظرتين ميدان وتلسكوبين طناصة كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 ذخيرة أنواع وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذوا كافة الإجراءات القانونية حيالهم يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية أقام مجلس والدولة احتفالية لتكريم السادة قضاة المجلس الأكثر تميزاً في الإنجاز خلال العام القضيي 2021-2020 وتضمنت الاحتفالية تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية تاخل للعام القضائي المشار إليها تقديراً لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن طوال رحلة عطائهم المديدة في إطار حرس إدارة مجلس الدولة على التفاعل مع السادة القضاء أعضاء المجلس تم الاحتفال للعام الثاني على التوالي بيوم الوفاء والإنجاز لتكريم المستشارين الأجلاء خلال عام قضائي اكتمل عطاؤهم فيه بحضور رئيس مجلس الدولة ونواب المجلس والسادة القضاء والقاضيات أهمية اليوم لينا بالدرجة الأولى يعني ده بيبص روح الولاء والانتماء في أعضاء مجلس الدولة ويعلم كل عضو أن إدارة المجلس ابتداء من رئيس المجلس والسادة أعضاء المجلس الخاص بيتابعوهم وبيشاركوهم وبينظروا إليهم وبيدعموهم وبيفتكروهم في المناسبات تضمن الاحتفال عرضاً لإنجاز جميع أقصى مجلس الدولة خلال العام القضائي 2020 إلى 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 إلى 2020 رغم كل التحديات وخاصة اقتياح فيروس كورونا للعالم النهاردة يوم الوفاء بيتم فيه تكريم القضاء عما تم في العام القاضي القضائي 2021-2022 وكان يشرفنا لأنه اليوم حضور المرأة كتمثيل لها في أول احتفالية بحضورنا في مجلس الدولة احتفالية النهاردة ده يوم وفاء أتمنى من كل الهيئات والجهاد يعني تحزوا حصوا القضاء وتحتفل بمن أدوا أعمالهم وأحيلوا إلى المعاش ودي بتبقى بداية حياة جديدة أجيال بتسلم أجيال وهي دي مصر لم ينسى المجلس أمناؤهم من القضاء الذين وافتهم المنية بل كان الاحتفاء بما حققوه على رأس أولوياتهم كل هذا وفق اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كشفت الهيئة الوطنية للصحافة عن أول معارضها المتخصصة تحت عنوان صناعة بلدنا والذي يجمع كبرى القطاعات الإنتاجية والصناعية بنصر ويعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يوليو القادم بمركز مصر للمعارض الدولية وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقار الهيئة الوطنية للصحافة أكد رئيس الهيئة عبدالصادق الشرباجي أن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة في عهد الرئيس السيسي جعلته قاطرة للتنمية الاقتصادية أشهد وزير الخارجية سمح شكري بدور المجر في تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ودفعها لأفاق الأرحاب جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجرية بيتر سيارتو حيث أوضح شكري أن المباحثات تركزت على تدعم العلاقات الثنئية والتأكيد على الشق الاقتصادي منها مشيرا إلى جهود جذب الاستثمارات المجرية إلى مصر مباحثاتنا اليوم تركزت حول تدعيم علاقاتنا الثنئية تناول القضايا الإقليمية تأكيد على أهمية الشق الاقتصادي في العلاقات والوزير يأتي مع وفد من رجال الأعمال المجريين وعقد مبتدى الأعمال لمصر المجري وإن شاء الله يكون له تأثير في استكشاف مجالات التعاون ذات الفائدة للترافين والاستمرار في استقطاب الاستثمارات المجرية إلى مصر كان وزير الخارجي سامح شوكي قد بحث مع وزير الخارجية والتجار المجري بيتر سيارتو العلاقات الثنئية المتميزة وسبل دفعها على كافة المستويات وخلال اللقاء أكد الجانبان مؤصلة الدفع قدما بمجالات التعاون الثنئي والعمل المشترك مشددان على استمرار تنصيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية أشهد رئيس البرلمان العربية عادل العسومي بالدور الرائد للرئيس السيسي وجهوده المخلصة في دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الإعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث حيث أوضح العسومي أن البرلمان العربي نظم يوم السبت الماضي مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إدراكا منه للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تتطلب أن يكون هناك دور فاعل للدبلوماسية البرلمانية العربية وتعزيز منظومة العمل العربي البرلماني المشترك كما أشار العسومي إلى اعتماد المؤتمر وثيقة عربية برلمانية أكدت على ثوابت ومحددات الموقف الشعبي العربي تجاه أربع عشرة قضية تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي يتواجه أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوسي عن تفاصيل إنتاج مئة وحدة قمر اصطناعي تعليمي كانسات وقال القوسي على هامشي توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم إن فكرة المشروع تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطالب التعامل معها بسهولة ويمكنه أن تحل وظائف للأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير مثل أنظمة الطاقة وكاميرا الاستشعار عن بعد ونظام الاتصالات وأوضح القوسي أنه بموجب بروتوكول التعاون ستنقل أو ستنقل وكالة الفضاء المصرية تجربة كانسات للمدارس إيمانا منها بأن الجمهورية الجديدة هي نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات وفي مقدمتها التعليم موسيقى تعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد مؤتمرا صحفيا عن المنتدى الطبية الأفريقية الأول أفريكا هيلث إكس كون وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية ماذا لديك بشأن مؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد نعم هو مؤتمر صحفي ولكن أيضا هي ندوة تحترية لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بشكل عام في مواجهة أزمة التداعيات الخاصة بفيروس كورونا وقصوصا المستلزمات الطبية لذلك ربما مبادرة مصرية خالصة ليكون هذا المؤتمر الطبي الذي سيعقد في يونيو من 2022 أي يونيو القادم من 5 يونيو إلى 7 يونيو 2022 هو المؤتمر الطبي الأفريقي الأول كما ذكرت أفريكا أكس كون وإذن هذا المؤتمر سيكون خاص بمكافحة تداعيات كورونا وأيضا الاعتماد الكلي على البلاد الغنية هنا في القرى الأفريقية لاستخدام الموارد اللازمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة الوسائل التكنولوجيا الحديثة بالطبع في جميع المجالات الخاصة بالطب سواء كانت المستلزمات الطبية سواء كانت الأغزاء الخاصة بالأسنان أو بعض المجالات الطبية الأخرى ولكن الاستعدادات ستكون هنا بالطبع منقشة التحديات المتنوارد مواجهتها خلال القرى الأفريقية بالطبع تطبيق أجندة 2063 وهي الأجندة التنمية المستدامة الأفريقية بالطبع فيه للارتقاء بجميع المجالات ومن أهمها بالطبع المجال الصحي نعم كريم بي بارس مراسل تلفزيون المصري من مقر نعقاد مؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد شكرا جزيلا لك عودة لمتابعة نشرة الثالثة من التليفزيون المصري ونذهب إلى تطورات الأزمة الأوكرانية أكد رئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة تقديم المساعدة الأمنية ودعم الاقتصاد الكلي لأوكرانيا وأوضح بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جدد خلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبيا في واشنطن التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرينيا وسلامتها الإقليمية وجدد الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة بالتعاون الوثيق مع حلفائها وشركائها للرد بسرعة وحزم على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرينيا دعا مجلس الأمن الأوكراني إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد ومن جانبه وقع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مرسوما بشأن تجنيد منهم على قوائم الاحتياط العسكري وقال زيلنسكي أن بلاده تحتاج إلى تجديد موارد الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بشكل سريع وأضف الرئيس الأوكراني أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراضي لروسيا أقرى البرلمان الأوكراني قانون يسمح للمواطنين المدنيين بحمل السلاح وذلك في ظل التوترات الأخيرة مع الجانب الروسي القرار يهدف للسماح للمواطنين بالدفاع عن أنفسهم تحسبا لتدخل محتمل من جانب روسيا وكانت أوكرينيا قد بدأت في استدعاء جنود الاحتياط بالجيش وحثت جميع الأوكرانيين في روسيا على المغادرة على الفور دعت الخارجية الأوكرانية مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه صور على أقمار الصناعية عمليات انتشار جديدة للقوات الروسية بالقرب من الحدود الروسية شمال شرقية أوكرانيا كما التقطت الأقمار الصناعية صورا لمجموعة من المركبات العسكرية بالقرب من منطقة مازي في بيلاروسيا القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا كما نشرت موسكو جنودا ومعدات في المناطق الريفية على بعد أقل من 20 كم من الحدود مع أوكرانيا وعلى خلفية النزاع المتصعد بين روسيا وأوكرانيا أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات اعتماد خط أنبيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 أو 2 لحين إشعار آخر وتم الانتهاء من بناء مشروع خط الأنبيب لكنه كان ينتظر المصادقة التنظيمية من السلطات الألمانية قبل بدء توريد الغاز من روسيا إلى ألمانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقع وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سيبرانتا سامر سوما يقضي بإلغاء إلزامية العزل الصحي بالنسبة للقادمين من البلاد أو إلى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي وبهذا المرسوم الذي يسري مفعولها اعتبارا من مطلع مارس المقبل تطبق إيطاليا على القادمين من البلدان غير الأوروبية نفس القوانب المعمول بها بالفعل في البلدان الأوروبية يذكر أن الشهادة الصحية الخضراء العادية تشمل شهادة التطعيم ضد كوفيد 19 أو شهادة التعافي من الوباء أو الاختبار السلبية أكدت منظمة الصحة العالمية أن النسخة الثانية من المتحاور أوميكرون والتي تنتشر خصوصا في الدنمارك لا تستسبب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية التي تتفشح حاليا في العالم وشددت المنظمة على أنها لا ترى فرق من حيث الخطورة بين المتحاورين وبالتالي فالمستوى هو نفسه من حيث المخاطر في الإيلة الاستشفاء في وقت يقوم عدد من دول العالم بتخفيف قيود كورورا أكدت منظمة الصحة العالمية أن النسخة الثانية من المتحاور أوميكرون المسمى بي إي تو والتي تنتشر خصوصا في الدنمارك لا تتسبب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية بي إي ون والتي تتفشح حاليا في العالم المنظمة العالمية شددت على أنها لا ترى فرق من حيث الخطورة بين المتحاورين وبالتالي فالمستوى هو نفسه من حيث مخاطر الاستشفاء منظمة الصحة أوضحت أن تلك النتيجة خلصت إليها لجنة استشارية من الخبراء بشأن تطور الفيروس لافتة إلى أن هذه الخلاصة مطمئنة ومنتظرة بفارغ الصبر ذلك بعد المخاوف التي تسبب بها نشر نتائج أولية لدراسة أجريات على فئران بدت وكأنها تظهر أن بي إي تو تسببت بأشكال أكثر خطورة من المرض من النسخة بي إي ون وانتهزت منظمة الصحة العالمية الفرصة لدعوة دول العالم أجمع إلى عدم تفكيك الأجهزاء التي تستخدم لكشف النسخ المتحورة الجديدة من الفيروس بالتوازي مع رفع القيود الصحية في الكثير من البلدان في غدون ذلك طالبت منظمة الصحة العالمية والعمل الدولية بتوفير المزيد من الضمانات لحماية العاملين الصحيين في وقت تواصل الجائحة فرض ضغوط كبيرة عليهم حذر تقريرنا للأمم المتحدة من زيادة حرائق الغابات في العالم وتوقع تقريرنا أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة زيادة عدد حرائق الغابات الشديدة بنسبة 30% خلال السنوات الثمانية والعشرين القادمة في ظل تغير المناخ الذي يتسبب في موجات الجفاف وإقدم المزارعين على إزالة الغابات وقال التقرير أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في الولايات المتحدة وحدها تصل إلى 347 مليار دولار سنويا لقي شخص مصرعه وفقد عشرة آخرون جراء فيضانات شرق أستراليا وحذرت السلطات سائق السيارات من القيادة في الطريق التي غمرتها المياه والبقاء في منازلهم بسبب احتمال حدوث مزيد من الفيضانات على الطرق والجسور بعد سنوات عدة من الجفاف وأحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية يختتم شرق أستراليا صيفاً غزير الأمطار بفضل ظاهرة اللانيناء وهي عبارة عن نمط طقس يحدث في المحيط الهادي كل عدة سنوات الأمطار الغزيرة دفعت السلطات في أستراليا إلى إطلاق سلسلة من التحزيرات الطارئة على ساحل المحيط الهادي بعد تساقط الأمطار بمعدل نحو نصف المتر مما تسبب في إغلاق طرق عدة وفوضى في النقل وكذلك وجود ضحايا ومفقودين وقد حذرت الشرطة سائق السيارات من القيادة في الطرق التي غمرتها المياه ودعتهم للبقاء في منازلهم بسبب احتمال حدوث مزيد من الفيضانات على الطرق والجسور خدمات الطوارئ تلقت أكثر من مئة اتصال لطلب المساعدة حيث ارسلت فرق الإنقاذ لتقديم العون لعشرات السكان العالقين بسبب المياه رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستازيا براتشوكا قالت إن هذه الحالة من تساقط الأمطار من المحتمل أن تشكل حدثا كبيرا بالنسبة لجنوب شرق كوينزلاند وامتلأت معظم السدود في كوينزلاند التي يصل عددها إلى 15 ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة وتحدث كل عدة سنوات ظاهرة اللانينة حيث تزيد فرص حدوس عاصير استوائية قبلة الساحل المحيط الهادي في استراليا وتجلب معها معدلات أمطار فوق المتوسط وفقا لمكتب الأرصاد القوية في استراليا ضرب الإعصار إماناتيا الساحل الجنوبية الشرقي لمدغشقر مما أدى لتدمير عدد من المنازل ونقلت السلطات أكثر من 30 ألف شخص إلى أماكن إقامة آمنة قبل وصول الإعصار ويقدر المكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر أن الإعصار قد يضرب أكثر من 250 ألف شخص وتعرضت مدغشقر لأربعة عصيرة كبرى الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وتفاقم مشاكل إعدام الأمن الغذائي في البلاد قال شريف ماهر منصق عام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سهاج إن المبادرة سوف تمنح عددا من الوحدات السكنية ضمن مبادرة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى مبادرة سكن كريم لما يزيد عن 16 ألف أسرة في سبع مراكز بالمحافظات وأشار المنصق عام حياة كريمة بسهاج إلى أن نسب التنفيذ في معظم المشروعات متوافقة مع المخطط الزمني وأن هناك 30 مجمعا خدميا بالإضافة إلى 30 مجمعا زراعيا قارب دخولهم من خدمة بعد أن تخطط نسب التنفيذ بهم 95% عندنا في محافظة سهاج أكثر من 30 مجمع خدمي و30 مجمع زراعي نسب التنفيذ فيهم أكثر من 95% بالإضافة إلى سكن كريم حصر أكثر من 16 ألف أسرة في مبادرة حياة كريمة في سبع مراكز بإضافة إلى 102 عمرات سكنية و102 حظيرة للأهلين في سبع مراكز هذا بالفعل ينصب على المواطن السهاجي والرجل في الريف المصري ترأس محافظة سيوت عصام سعد اجتماع لتفعيل ميثاق التعاون بين لجنة المشاركة المجتمعية وبعض الجمعيات الأهلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويهدف الاجتماع إلى تطوير وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين ظروف المعيشة وإحداث تغيير جوهري في حياتهم على كافة الأصعدة وذلك ضمن رؤية واستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ مشروعات تلموية ومشروعات وبرامج تغيير وعي وتعديل سلوك في قرى ومراكز حياة كريمة من هنا طبعا ساتة محافظة عرض أنه نستعين بمؤسسات المجتمع المدني ومنظماته اللي احنا فعلا بنشكرهم من كل قلبنا أنه هم إيدينا فعلا وبيساعدونا ومنفعش أن نشتغل من غيرهم فعلا نحن نشكرهم من هنا ونجنوا بالتحقيق من خلال حضرقهم منظمات المجتمع المدني هذه قوة كبيرة احنا بتساعدنا في التنمية وفي براتفز برامج الوزارة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من صور متداولة تزعم تلوث مياه الشرب والزراع وعدم صلاحيتها للاستغلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها ووضح المركز الإعلامي أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية وستختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير استقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير تناول الاجتماع بحث واستعراض خطة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية خلال العام الحالي واستعراض السبكي خلال الاجتماع محاور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تشمل جهزية المنشأة الطبية وكفاءة العنصر البشري من التواقم الطبية والعملين بالهيئة وكذلك تحقيق الجودة والتميز بين المستوين الإكلينيكي والخدمي أشهدت ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر بالسرعة في تفعيل إجراءات الميكانة والتحول الرقمي للملفات الطبية للمرضى والخدمات الصحية بشكل عام أعقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سفير نبيل مكرم اجتماعا مع عدد من الشباب المصري المقيم بألمانيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لاستعراض البرنامج الذي أطلقه الشباب بعنوان أصلي مصري لتعاليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية استعرض المشاركون برنامج أصلي مصري مشيرين إلى أنهم مجموعة من المصريين يعملون تحت مظلة مؤسسة آي كي بي في ألمانيا بمركز جسور الثقافة والذي دشنه مجموعة من المصريين بألمانيا عام 2017 بمدينة ميونخ وأنه تم إطلاق البرنامج لتعاليم الأطفال اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية والاطلاع على الثقافة والحضارة المصرية من خلال الأنشطة المختلفة استقبل وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة ممثلة الصندوق فريدريكا ميار وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروع نجح في المساهمة في حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرارات بالمحافظة من جانبها أشارت ممثلة صندوق السكان إلى تحقيق مشروع تسريع الاستجابة السكانية لنتائج إيجابية والعمل بنهج تشاركي مشيرة إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تختلف أسبابها وطرق مواجهتها من محافظة لأخرى نظرا للعادة والتقاليد والثقافة بكل محافظة تفقدت وزيرة ثقافة إناس عبدالدايم الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سنبل بمحافظة أسوان وقالت وزيرة ثقافة إن مشروع قصر ثقافة أبو سنبل يمثل أحد نماذج المحاور الاستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع ووجهت بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المعد تمهيدا لانتمامه لمنظومة العمل الثقافي في الصعيد باعتباره نافذة إبداعية لأهالي المحافظة وضيوفها من الأجانب تعبر عن هوية مصر وحضارتها شهد محافظ بورسعيد عادل الغطبان احتفالية ختام مصابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة وشارك في المصابقة ستا أو ست وستون دولة من قرات أسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وتمنح المصابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمصابقة وهي حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث والابتهال والإنشاد الديني والأصوات الحسنة العيس جمعة بورسعيد الحضور الكريم ضيوف مصر أعزائي انتهينا على خير من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في دورتها الخامسة والتي تحمل اسم فضيلة المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل 66 دولة اشتركوا في هذه المسابقة سواء دولة عربية أو أوروبية أو أفريقية وأمريكا وكندا بنتكلم في التنافس كان في أربعة أفرع حفظ القرآن الكريم بروايتين حفظ القرآن الكريم برواية واحدة الإنشاد والابتهال وأخيرا فرع الأصوات الحسنة تم رصد جوائز قاربة على المليون جنيه لهذه المسابقة بنتكلم في فرع جديد لأول مرة بيخش هذه المسابقة محليا هذا العام اختتمت فعاليات ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشار مشيغ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث حول مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية السلطات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وتم استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث في تعزيز وبناء استدامة المدن في مصر حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل لرفع الوعي تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية المحلية للحد من مخاطر الكوارث وذلك بهدف تعزيز قدرة المدن المصرية على السمود بدأ فرع جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر اليوم عقد عدة محاضرات في إطار استعداد مصر لقمة المناخ القادمة بمدينة شرم الشيخ وقال مدير فرع جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر ماهر رشوان إن المحاضرات تأتي في إطار حملة تنظمها فروع الجهاز على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية القمة التي تستضيفها مصر بشارم الشيخ النشط بيأتي من ضمن سلسلة أنشطة مقترحة نبنى نافذها بناء على تعلمات السيدة الدكتورة ياسمين وفاد وزيرة البيئة للتعريف والتوعية بالتغير المناخ ومؤتمر المزمع عقد في شارم الشيخ مقترحة التغير المناخ اللي هو الكاب 27 اللي هيتعمل إن شاء الله السنة هذه فده من ضمن الأنشطة اللي بيقوم بها فرع جهاز شؤون البيئة في البحر الأحمر النهاردة لما دعينا من قبل جهاز شؤون البيئة في البحر الأحمر القائد ندوى عن التغيرات المناخية فحبنا نشارك معهم وننظر قويس في المجال ده فحبنا نشارك معهم النهاردة في القاء ندوى عن حاجة بتمس كل أهلنا في البحر الأحمر أكدت هيئة ورعاية الصحية أن مجمع الإسماعيلية الطبي أحد المستشفيات التابعة للهيئة تمكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وعشرت الهيئة إلى أن الطفل كان يعاني من تدهور في مستوى الوعي وعدم القدرة على الاستعاب وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية والآشعات ومنظرة الحالة وتبين أن الطفل يعاني من انسداد لمجرس سائل النخاعي واستقصاء بالمخة وتم إجراء العملية له بنجاح تحت مظلة التأمين الصحي الشامل كان طفل عنده تسع سنوات كان جاي للطوارق طبعا آآ جاي عنده قيء مستمر واضطراب في درجة الوعي المتكررة بقى له فترة طبعا هو يعني ذهب إلى أكثر مكان لإجراء فحوصات الطبية والحمد لله تم تشخيص طفل داخل طوارق المجمع الطبي الإسماعيلية عندنا فريق طوارق متمكن جدا آآ تم تشخيص الحالة باستساء في المخ نتيجة التهابات في المخ كانت موجودة قبل كده وعمل ضغط على في السائل النخاعي على الفور طبعا تم عمل أشاعة مقطعية والرنين والعرض على جراحين مخ والعصاب في المستشفى وفي نفس اليوم تم تجهيز غرفة العمليات والطفل دخل لغرفة العمليات آآ طبعا اللي قام بإجراء العمليات دكتور حازم نجم ده أستاذ واستشاري آآ جراحة المخ والعصاب وفريق طبعا من آآ استشاريين آآ التخدير والتمريض آآ طبعا الحمد لله العملية أجريت بشكل آآ ناجح والطفل دلوقتي حالته تحسنت ودرجة الوعي تحسنت ويلقي اللي كان بيعاني من الطفل على فترات طويلة كل ده الحمد لله بفضل ده تحسن طبعا عملية دي بتتم تحت مظلة تأمين الصحي الشامل بيتكون مجاني تماما أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري صمد أمام تفاشي جائحة كورونا وذلك عقب مرور عام ونصف على انتشار نتيجة أو نتيجة إصلاحات الاقتصاد الكلي بجانب الإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن إجراءات التيسير النقدي وإتاحة الدعم لبعض القطاعات ساهمت أيضا في صمود الاقتصاد وأشار إلى أن مصر تتمتع بمستوى مرتفع من التحول الرقمي لافتا إلى أن مصر تواصل جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام لتشجيع الشمول المالي والنهوض بمحافظات بيئة الأعمال نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة مؤسعة لدعم الشركات الصغيرة المصدرة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة قدراتها التصديرية خلال المرحلة المقبلة وأشرت الوزارة إلى أن الشركات المصرية التي صدرت للولايات المتحدة الأمريكية من خلال وحدة المناطق الصناعية المؤهلة الكويس خلال 2021 بلغت 183 شركة منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادرتها مليون دولار أو أقل وأضفت الوزارة أن هذه الشركات حققت مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت فعليات حفل إطلاق البريد المصري تطبيق يلا الذي يعد أول تطبيق في مصر وشرق الأوسط وإفريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات مزود بحلول الدفع PSP وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وأكد وزير الاتصالات أن إطلاق البريد المصري لتطبيق يلا يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية حيث يقوم البريد المصري بدور محوري في تنفيذ برامج ومبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بعثت بنك الاستثمار الأوروبي التي تزور مصر حاليا برئاسة مدير برامج البيئة ببنك الاستثمار الأوروبي وإلى جانب مسؤولين من البنك شاركوا عبر الفيديو كونفرنس وذلك لمناقشة أولويات العمل بشأن التوسع في المشروعات المشتركة لتعزيز العمل المناخي ومكافحة التراوث وأكدت وزيرة التعاون الدولي على الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي والتي أسهمت من خلال التنويلات التنموية والدعم الفني في تعزيز جهود مصر التنموية في العديد من المجالات افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب فعاليات منتدى الأعمال المصري المجاري بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس يحيى زكي عفوا يحيى زكي ورئيس وكالة ترويغ الصادرات المجاري بالإضافة إلى ممثلي أكثر من خمسين شركة مجارية مهتمة بالاستثمارات في مصر ومثلها في مجموعة كبرى من المستثمرين أيضا عن الجانب المصري وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن منتدى الأعمال المصري المجاري هو حلقة جديدة من سلسلة للتعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك بين الدولتين في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعميق التعاون بين الجانبين انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها خلال جولة تفقدية لمقاري الكلية الحربية الرئيس السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدم منه من تضحيات مدبولي يتابع استعدادات استضافت مؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ عملية انتشار جديدة للقوات الروسية بالقرب من شرق أوكرينيا والرئيس الأوكراني يستدعي قواتي الاحتياط انتهت نشرة الثالثة من التليفزيون المصري شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة